تواصلت اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية مصفرة عن عشرات الإصابات والاعتقالات يأتي ذلك فيما نفذ عشرات المستوطنين اقتحاما للمسجد في ظل تحذيرات فلسطينية من تصاعدها اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم باحت المسجد الأقصى في ظل دعوات صهيوني لتنظيم اقتحامات واسعة بدءا من اليوم وافدت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 35 صهيونيين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة وكانت منظمات الهيكل المزعوم دعت إلى أوسع مشاركة لاقتحام الأقصى تزامنا مع الاحتفالة اليهودية وفي هذا السياق وجهت مجموعات استيطانية دعوات لشن حاملة اقتحام واسع للمسجد وفعالية تهودية شرق القدس المحتلة ومن أبرز هذه الدعوات ما دعت له منظمة مناء الهيكل لإقامة مسيرة تنطلق من القدس القديمة متجهة نحو باب المغاربة لاقتحام المسجد الأقصى الثلاثاء القادم وكان المصلون قد تصدوا بتكبيرات الاقتحامات المستوطنين في ساحات المسجد الأقصى ويسود الهدوء الحذر أجواء المسجد ومحيطه فيما واصلت النساء الممنوعات من دخول المسجد تواجدهن بالقرب من باب حطة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة من جانبه حذر المفتي العام للقدس والديارة الفلسطينية ورئيس مجلس الإفتاء الفلسطيني الأعلى الشيخ محمد حسين من تداعيات الدعوات التي أطلقها المستوطنون لاقتحام الأقصى ودان المفتي خلال اجتماع عقد في مدينة الخليل أمس الاعدامات الميدانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال والمستوطنون من جهته أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الفلسطينية تعمل من أجل إعادة الوضع القائم في المسجد الأقصى في القدس المحتلة إلى ما كان عليه قبل عام 2000 أي تحت السلطة الكاملة للأوقاف الإسلامية وذلك خلال اجتماع للجهة التنفيذية لمنظمة التحرير في مدينة رامالله ترجمة نانسي قنقر